برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب عقدت لجنتاء الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي شورى والنواب اجتماعهما المشترك الأول مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2019-2020 والمرافق للمرسوم رقم 19 لسنة 2019 وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي وفي مستهل الاجتماع اكدت معالي رئيس مجلس النواب ان التوجيهات السامية من لدن عاهل البلاد المفدة ستكون نبراسا العمل لخدمة الوطن والمواطن كما اشادت معاليها بالتعاون الفاعل والمعهود مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب سمو الملكي ولي العهد واضافت ان تعزيز التعاون الايجابي القائم بين السلطتين التشرعية والتنفيذية والعمل بروح التوافق والتكامل ومراعاة مصلحة الوطن العليا وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم وضمان مواصلة برنامج الدعم المباشر للمواطنين المستحقين مع الاخذ بعين لاعتبار التحديات والتطورات والظروف المحيطة جميعها ستسهم في تحقيق الاهداف المنشودة من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة والخطط والبرامج الموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي كبرنامج التوازن المالي وغيره من جهته اكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020 والوصول لنتيجة توافقية مشيرا معاليه الى ان توجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تؤكد دائما على المحافظة على مكتسبات المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه رغم كل التحديات معتبرا بان هذا التوجه موضع اشادة وتقدير من الجميع ويعكس اهتمام القيادة بالمواطنين ومستواهم المعيشي من جانبه اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان الشروع في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2019-2020 يحقق لمملكة البحرين مزيدا من الخير والرفعة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ويكفل الاستدامة لمسيرة التنمية والتطوير كما نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء الى رئيسي واعضاء مجلسي الشورى والنواب تقديرا للدور الذي تطلع به السلطة التشراعية واكد معاليه ارص الحكوم على ان يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على اجواء الاجتماعات وشدد معاليه على ان الحكومة حرصت على ان يكون مشروع قانون اعتماد الميزانية عاكسا لما تم التوافق عليه من توجهات وسياسات تشكل مجمل برنامجها حتى عام 2022 والتي اقرها في يناير الماضي مجلس النواب ومحققا في الوقت ذاته شعار البرنامج الذي يستهدف ارساء وترسيخ مقومات الامن الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمجتمعنا في اطار من التوازن المالي الذي يسير وفق برنامج مخطط ومدروس ويحظى بمتابعة مستمرة على اعلى المستويات لافتا معاليه الى ان من ابرز مقتضيات تعزيز الامن الاقتصادي والاجتماعي المنشود ما يعكسه مشروع الميزانية من ترجمة الحكومة لحرصها الذي تشاطر به السلطة التشراعية من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية وعدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام على وتنعلى مواصلة تقديم الخدمات الاساسية ذات الاولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاسكان والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي ونوه معاليه بان الحكومة بدأت في عام 2015 بتنفيذ برنامج مالي هدفه الاساسي تحقيق استقرار الدين العام والوصول الى استدامة الوضع المالي للميزانية العامة للدولة وواصلت تلك الجهود التي حققت نتائج ايجابية عبر طرح برنامج التوازن المالي في اكتوبر عام 2018 وهو ما اظهر انخفاضا ملحوظا في مستويات العجز في النتائج الاولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017 وعلى صعيد متصل قدم معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضا شرح خلاله القواعد المالية والاسس التي بنيت عليها تقديرات الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2019-2020 والمستندة في مجملها على ركيزتي برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي واشار معاليه الى ان الحكومة وضعت المواطنة واستدامة الخدمات الحكومية نصب عينها في جميع مراحل اعداد الميزانية كما ارتكزت على اسس مهمة منها حفظ مبالغ برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين لكل سنة مالية في بند الدعم الحكومي ورصد ميزانيات تشغيلية تفوق تلك المرصودة في ميزانية عام 2017-2018 لوزارات التربية والتعليم والصحة والخارجية وشؤون الشباب والرياضة ترجمة نانسي قنة